انطلقت فعالية الملتقى الأول لمعلمي المسرح الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم على مدار يومين في جامعة الشرقة بمعدل ستين ساعة تدريبية المسرح المدرسي بين الرؤى والطموح شعار الملتقى الأول لمعلمي المسرح الذي يمثل فرصة ثمينة يتبادل فيها المشاركون الخبرات حول تطبيق المنهج المسرحي في المدرسة الإماراتية حيث سيلتقي ضمن فعالياته مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين بشخصيات مجتمعية مؤثرة في الفعل الثقافي والفني ومعلمون من مختلف المدارس للتباحث والتحاور حول هذه التجربة الفريدة من نوعها على المستوى العربي والدولي جاء إدراج المسرح ضمن مناهج المدرسة الإماراتية بهدف الارتقاء بقدرات التلاميذ وأيضا تزويد الطلاب الأديد من المهارات وبناء الشخصية الإنسانية لدى الطالب الطالب المتسامح الطالب الإيجابي هذا الملتقى هو بمثابة الإعلان عن بداية هذا المنهج من حيث تطبيقه ومن حيث انتشاره ومن حيث تكوين المدربين المعلمين الذين سيتدربونه شيئاً فشيئاً وعلى مراحل متعددة على الاستئناس بهذا المنهج حتى يشرعوا في تطبيقه ضمن صفوفها ويعتبر الملتقى بيئة ثرية بالخبرات يستفيد منها المعلمون في إطار تكوينهم التخصصي من خلال حضور الورش وأوراق العمل المقدمة والتجارب المتعددة حول أسس المنهج يقدمها نخبة من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال المسرح المدرسية نتمنى إن شاء الله أن هذه التجربة تنجح في مدارسنا لأن نحن نبغي عياننا شوية أرواحهم تتفتح نحن دائماً نركز على التعليم ونقول التربية أهم من التعليم أو قبل التعليم التربية يعني تربية الروح هذه المواد سواء المسرح أو الموسيقى المواد الفنية هذه اللي تفتح أرواح الطلبة يعني نحن نبغي عياننا يفكرون بشكل إيجابي نبغي يفكرون بشكل ملون يشوفون الدنيا ملونة مبسودة فبالفنون نقدر نحن نحقق هذا الشيء كلكم كان بإمكاني أن أساعدكم أن أنقذكم الملتقى الأول لمعلمي المسرح يعد فرصة لتلقي معارف ومهارات أساسية حول تقنية التعبير والأداء والكتابة المسرحية التي يقدمها مختصون في المسرح وذلك لتأهيلهم لممارسة أنشطتهم الصفية وفق قواعد تربوية صحيحة لجعل المسرح المدرسي مدرسة للأخلاق والحرية وفضاء للإبداع ينطلق الملتقى الأول لمعلمي المسرح تحت شعار المسرح المدرسي بين الرؤية والطموح لأخبار الدار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر